ازايكم يا حبابة عاملين ايه يا رب بكموا بخير دايما يا رب انا وسهلا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد ويوم جديد والنهار ده اخر حلقة في نواعي ملاقين كل سنة وانتو طيبين نعاد عليكم الايام بخير يا رب هنعمل مع بعض النهار ده الغريبة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومن اسهل الطرق اللي ممكن تجرب بيها او الحاجات اللي ممكن تجرب بيها هي الغريبة ولكن هقولك على بعض الحاجات اللي هتخليها تنجح معك يعني نبدأ حلقتنا ونشوف طريقتنا لايك للفيديو ولا بينا نشوف مكوناتنا وطريقة التحضير اول حاجة شرطة اساسي ومهم جدا ان السمنة بتاعتك تبقى بدرجة حرارة التلاجة يعني تكوني مسياحة السمنة وكبسيها في الكباية ومعاييرها وسايبها في التلاجة تجمد لاما تعملي زي كده تضغطي عليها بظاهر المعلقة وانت بتغري فيها انا هنا بعد ما ضغطت وعيرت كبايتين من السمنة حاسيت ان هي مش مضغوطة او فيها بعض الفراغات فحاطت في الاخر معلقة اللي احنا شفناها دلوقتي دايد طيب كبايتين من السمنة بدرجة حرارة التلاجة عليها كباية وربع سكر بودرة وطبعا بعير السكر البودرة بتاعي ورا بعيره انا مشغالة العجان بتاعي شغال ضرب في السمنة عودة السمنة تفك وتبقى كريمية كدهو اهم حاجة ننخل السكر بتاعنا عشان بقاش فيه اي تكتلين يبقى كباية وربع من السكر البودرة عليهم كباتان من السمنة وهرجع اضربهم تاني انا عاوزها تبقى عاملة زي الكريم شانتي عارفين قوامة كريم شانتي ومن وقت للتاني بلم الجناب كده وبجيب الجناب وبنزلها وبجيب الاعر بتاعها علشان كلها تتجنس مع بعضها طبعا هي لسه ساعة فتلاقوها لزق من الجناب ولزق من الاعدة تحت ابتدت من انا افكها زي ما احنا شايفين كده هوت وارجع اضرب تاني وهكذا هتعفل الخطوة دي شوية ولكن عاوزها تبقى سيلة وكريمية شايفين القوامة عاملة ازاي بجيب اللي تحت فوق والجناب والوسط كله حبيت اوضح لكم الجزء ده بعد كده هحط اربع كبايات من اللا دي ايه ولازم يتنخلو طيب ممكن ياخد ويتقعي في نفس المشكلة ان انا واعتفيها دي ممكن ياخد اكتر من اربع كبايات من الدي ايه انا خد معايا خمس كبايات من الدي انا حطيت تلك كبايات وبتهيت ان انا اضرب وبعد كده ارجع اشوف القوام بتاعي محتاجة دي ايه تاني دقيق شايفين حسيت ان ما فيش دي ايه خالص لان انا لجل الامنة المراضي انا من استخدامها دي من عند بتاع مسلزمات الحلوات اللي هو السي ما جبتش المعلق خالص حطيت دي رابع كباية ولقيتها بصوا ليسه طريق خالص فجبت الكباية الخامسة بصوا انا ما حطيتش الكباية مليانة هيات انا حطيت الكباية الى ربع وبعد كده ابتدت ان انا اتخلص من العجان خالص واشتغل بقى بايدي عاوزة احس بملمس العجينة بتاعتي علشان اتأكد ان القوام يكون مصبوط وابقى عارفة بقى انا بعمل ايه طيب ليه من الاول هي با استخدامت العجان لان الفترة دي انا بزلت منكوه جامد جدا ومش بعمل بس نواعي من العيد لا وانا بعمل نواعي من العيد انا شغلة برضا في الشقة فالموضوع بالنسبة لي كان صعب جدا 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 فاضطررت ان انا استخدم العجان رغم ان الغريبة مش مستهل العجان ولا اي حاجة بالمضرب الكهربائي وتشتغل بيها عادي هنا بتاعت ان انا لم قوناتي بربع كبية او نصف كبية تاني من دي اللي جات ما وصلت لقوام اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده طيب خدت مني قدي ايه خدت مني كباتين سامنة عليهم كبية وربع من السكر البودر عليها خمس كبايات ونص من الدقي خليكي انت في مقدار اربع كبايات من الدقي ملكيش جاعة بدقي انا اللي متص السوائل ممكن انت اربع كباتي بمزبوطين معيك وممكن تاخدي زي وممكن تاخدي اقل فيه زي ما احنا قلين قبل كده فيه دقيق بيطرد السوائل وفيه دقيق بيمتص السوائل في الوقت دوت الاول ما بتاعتنا للم العجينة فتح الفرن بتاعتي ع درجة حرارة مية وستين درجة زي ما احنا شفنا دلوقتي كده خدت كورتين او حقطعتين من الغريبة ابتدت ان انا اختبارهم في الفرن بتاعي ولان ملمس ايدي متعود على العجينة بتاعت الغريبة عارفة وقوامها انا كنت الحمد لله الحمد لله متأكدة ان هي مش تفرش فسبتها في الفرن تشتغل وقلت ايه انا هكور بقى الصاجين بتوعي اللي جات ما تستوي طيب هقولك بقى على مراحل التسوية وهقولك على حاجات اللي هتخليها بصم معيك وهقولك على مدة التسوية بصي بقى لازم الفرن بتاعتك تبقى مسبق التسخين لو انت في الصيف لازم تخلي بعد ما تخلصي العجينة بتاعتك تحطيها عرفة التلاجة ترتاح وتتماسك شوية عشان تعرف تشكليها وتحددي قوامها تالت حاجة المفروض لو انت في الصيف تخلص الصاج بتاعك وتدخلي في التلاجة يتماسك وبعكد تدخليها ع درجة حرارة سخنة لاني ما يبقاش سايح من مطرح ما انت عمالة تحنني بص الحرك اللي بعملني الوقت حالا دي اللي هو بدعكها ما بيني ايديت دي اسمها بحننها لما انت هتحنيني السامنة فيها هتلاقيها مع درجة حرارة سخنة هتفرش معاك بصوا هنا بعد ربع ساعة ولا فرشت ولا اي حاجة اهم الحاجة بس وانت بتكوريها اطعي قطع الصغنة واخليها عالية زي ما احنا شايفين كده هو طيب ايه اللي بيخلي العجينة بتاعتي او الغريبة بتاعتي بيبصم اولا مدة التسوية سانين بتمسكيها وهي سخنة بصوا بقى مدة التسوية بتاخد من ربع ساعة الى تلت ساعة لحسب الفرن بتاعتي على درجة حرارة مية وستين درجة مش اكتر من كده رفء اوسط تمام تسيبيها لما تبرد نهائي نهائي ساعتين تلاتة مالكيش جعب بيها خالص الغريبة من الحاجات اللي بتطلع لاما بيضة لاما مسفرة صفار بسيط جدا معايا القطعة صغيرة بقى كانت فضلة حبيت ان انا اجربها بالكاكاو الخام وعاوز اقول لكم كانت خرافية كانت حلوة جدا 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 لازم تجربي الغريبة بالكاكاو هتعجيبك قوي انا حطيت معلقة كبيرة كاكاو قزباني خام وابتديت ان انا اقلبها في بعضها زي ما احنا شايفين كده ولان يعني الدقي والخامات بتاعتي ما عرفش ليه طاردة سوايا فتحسوا ان يبصوا ده المفروض الكاكاو زي وزي دي يلمي معايا وينشف العجنة ولكن برضك ملمش ولا نشفش العجنة معايا طيب دي حاجة دايقتني لأ حاجة ما دايقتنيش اولا لانها الحمد لله في شتا ما تعبتش فيها لو انا في صيف هعالجها بايه هعالجها ان انا احطها في رف التلجة وبعد كده يعني اشوف قوامها فاهمين عايزة اوصل لكم ايه ده اول حاجة تاني حاجة اي عجينة مغبوزية معجنة اي حاجة بتشتغل فيها علشان تختبريها لازم تخسلي ايديك الاول مكان العجين وترجع تنشر فيها وتشوف لان طول ما ايديك بتلزق مش تعرف قوام العجينة تمام هنا بقى عندي ده بسكوت على فكرة مش مش اللي هو اللي هو بتاع الغريبة بصراحة ابني مرضيش ينزل يجيب لي حاجة عن تاع مسلزمات الحلويات والفزو اللي عندي كان خلص فابطهيت ان انا اماشي نفسي باي حاجة حبيت اواريكم ان هي تنفع بشوكلة شيبس حبيت اواريكم ان هي تنفع بسوداني باللسبرينكس بتاع اللي هو اللي دوت باي حاجة متاحة عندك متوقفش نفسك ممكن تعمليها من جير حاجة خالص اخدتوا بالكم كنت باوريكم الغريبة اللي انا كنت مختبرها في الاول خلص لما بردت تماما مش ما بصانا معايا كواما حلو جدا ارتفاعها حلو جدا جدا ما فرشتش معايا دايبة في نفسها خالص عاوز اقول لكم من الحاجات الجميلة ودي كده الكمية اللي طلعت معايا شايفين الشكل حاولت اواريكم الشكل بكل الاتجاهات وهبتدي بقى احطها فبق تقديم وتعالى وريكم اللون من تحت عامل الزين شايفين التسوية كلها موحدة خدت معايا بالضبط تلت ساعة في الفرن على درجة حرارة 160 درجة على رفق اوسط فرن مسبق التسخين شايفين تعالوا بقى نحطها في كذا شكل للتقديم ونشوف شكلها عامل ازاي حاولت اواريكم شكلها بكل الطرق اللي علف دي مدية فخامة لكل الحاجة لو مشروع مربح في البيت جدا 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 بصوا هنا اللباق اللي هي الجلد دي بردك حلوة جدا جدا بس كده خلصت حلات وطاريتي سهلة جدا وبسيطة لو وصلت معالجة هنا حطي لايك للفيديو عشان تعلم استوى الفيديو بتاقي ولو لسا مش من وراني بشراك في القناة اشتركوا في القناة فعالي زر الجرس عشان وصلت كل جديد ومفيد ويستنيني في حلقة جديدة وفيديو دي كل سنة وانتو طيبين